وفي كلمته أكد رئيس السيسي أن تعظيم قدرات القوى الشاملة يأتي على رأس أولويات الدولة التي استشرفت أفاق المستقبل برؤية عميقة للأحداث وشدد الرئيس السيسي على أنه من أراد السلام فعليه امتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه موجها التحية والتقدير إلى رجال القوات المسلحة المرابطين على كل شبر من أرض الوطن شعب مصر العظيم في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد يأتي تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية التي استشرفت آفاق المستقبل برؤية عميقة للأحداث نظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية فثبت لها يقيناً أنه من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه ومن هنا فإني أتوجه بالتحية والتقدير إلى رجال جيش مصر المرابطين على كل شبر من أرض الوطن والذين يستيقظون كل صباح على تجديد عهد الولاء لله والوطن متأهبين دوماً للدفاع الأمة وضعت ثقتها المطلقة فيهم وفي قدرتهم على الحفاظ عليها وبقدر اهتمامنا بقدرتنا العسكرية نمضي أيضاً على خطوط متوازية نحو الارتقاء بباقي القدرات الشاملة للدولة والتي من أهمها القدرة الاقتصادية حيث نطمح لتأسيس اقتصاد وطني قوي يكون قادراً على التصدي لمختلف الأزمات لنحقق من خلاله معدلات نمو مرتفعة تستطيع توفير العديد من فرص العمل لشبابنا الوعد الساعي لتحقيق ذاته ورسم طريق مستقبله ترجمة نانسي قنقر